هددوه فلاحقوه ثم قتلوه داخل مكتبه بظروف غامضة المحامي أحمد داسدي يغدر بست رصاصات من قاتل تشاجر معه في مكتبه بمنطقة العطيفية ببغداد ثم أطق عليه النار والقصة على لسان أصدقائه تعرض إلى عدة تهديدات سابقة قبل الحادث والبارحة بحدود ما يقارب الساعة السبعة بعد السبعة قليل وقبل السبعة بشي بسيط طب بين عليه المكتب وأكو صار يعني آثار للمشاجر اثنين صار آثار أنه شجار بيناتهم ظار بيط طلقه براسه وطلقه بصدره مقتل المحامي أحمد له علاقة مع أحد القضايا المترافع عنها وفق حديث زملائه يشعرون بالقلق من استمرار عمليات القتل بحقهم ويطالبون بالحماية لإنقاذ حياتهم من التصفيات المستمرة ملابسات الحادث ما نقدر نحلح شيء في أول لحظاته نربع ما تظهر أدلة جديدة وللتأكد من الحادث ثم يحالون إلى مجلس نعم أكو خيوط الجريمة وإن شاء الله القضاء يأخذ مجرى ويأخذ المجرم حقه فتعرض المحامي والقاضي دائما في العراق إلى هجمات فنحن نطالب من مجلس القضاء العادل تفعيل المادة 27 من قانون المحامات وذلك اعتبار المحامي جزء لا يتجزأ من المحكمة وبعد ساعة من الحادثة البشعة كشفت نقابة المحامين عن التوصل إلى معلومات أولية عن الحادثة النقابة لم تفصح عن التفصيلات حفاظا على سير التحقيقات وفق ما أعلنته فيما ينتظر إعلان النتائج لكشف ملابسات الحادثة من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير